مدينة إطلانتس المفقودة تعددت التعريفات والآراء حول إطلانتس المفقودة وتعرف أيضا باسم انترتكتا ويقال بأنها واحدة من الجزر الأسطورية الواقعة في منطقة المحيط الأطلس وتحديدا في الجهة الغربية التابعة لمضيق جبل طارق انتشرت أسطورة إطلانتس منذ حوالي 2500 عام واستخدمت للإشارة إلى مجتمع يتميز بامتلاكه مجموعة من الإنجازات المتطورة في مجال الهندسة والعمارة والمباني أو القوة العسكرية أو الموارد الطبيعية ومن التعريفات الأخرى لإطلانتس إنها مكان يمتلك حجم قارة يحتوي على الكثير من النباتات والحيوانات والمياه النقية والتربة الغنية وغيرها من المميزات صارت القصة الخاصة بمدينة إطلانتس وحضارتها المفقودة جزءا من الخيال البشر للعديد من السنوات ولم تظهر أي معلومات أو دلالات تاريخية وأثرية حولها أما الظهور الأول لقصتها فيعود إلى وصف الفيلسوف إفلاطون لها من خلال تأليفه نصا حواريا بعنوان تايمايوس يصف فيها حواره بين السقرات وفيغاروس ويشارك فيه هذا الحوار شخص صفي اسم كيريتياس من خلال كلامه حول مدينة إطلانتس حرس الفيلسوف إفلاطون على تقديم وصف حول مدينة إطلانتس فأشار إلى أنها أفضل مكان يعيش فيه المهندسون والمعماريون كما قال بأنها تحتوي على مجموعة من الموانئ والمعابد والأرصفة والقصور وأن إطلانتس بنيت على تلة يحيط بها الماء على شكل مجموعة من الحلقات المرتبطة مع بعضها البعض عن طريق الأنفاق وساهم ذلك في السماح للسفن بالإبحار فيها إذا تشكل حلقات المياه هذه باتصالات قناة كبيرة جدا تتصل مع المحيط يشير الفيلسوف أفلاطون إلى مؤلفاته إلى أن مدينة إطلانتس المفقودة حكمها إله البحر اليوناني بسيودون والذي حرص على استخدام إطلانتس تعبير عن تقدير لزوجته عن طريق بناء بيت كبير لها على أحدى التلال في وسطها كما يوضح الفيلسوف أفلاطون أن سكان المدينة هم من المهندسين الذين امتلكوا تكنولوجيا متطورة ومتقدمة تفوق مناطق عالمية أخرى أما سكان القرى من الطبق الثرية في إطلانتس فقد سكنوا الجبال أما نهاية الأسطورة الخاصة بمدينة إطلانتس فتكون بغضب الإله زيوس ولكن لا تخبر هذه النهاية إذا قرر زيوس تدمير مدينة إطلانتس أم لا فهي تكتفي بذكر وعيد زيوس بأن يلقن إطلانتس درسا عنيفا ظهرت العديد من النظريات حول مدينة إطلانتس المفقودة وحرصت جميعها على توفير أسباب لاختفاء هذه المدينة كما ساهمت في رسم الصور حول شكلها وطبيعتها فيما يلي معلومات عن أهم هذه النظريات تشير النظرية إلى أن مدينة إطلانتس على أنها كانت قارة ظهرت في منتصف المحيط الأطلسي وتعرضت للغرق المفاجئ وترتبط هذه النظرية مع إدراك أن إطلانتس هي مكان موجود بالفعل وليس أسطورة من تأليف أفلاطون وظهرت هذه النظرية في نهايات القرن التاسع عشر للميلاد من خلال كتاب المؤلف إغنيتيوس وعنوانه إطلانتس علم قبل الطفان واحتوي الكتاب على جدل حول الإنجازات التي ظهرت في العالم القديم وربطها الكاتب مع وجود حضارة ذات بيئة متقدمة وقدم دونيلي وصفا عن إطلانتس قائلا بأنها قارة غرغت بالماء بناء على المكان الذي حدده أفلاطون في المحيط الأطلسي والمشار له بالصخور الموجودة عند مضيق جبل طارق النظرية الثانية اشتقت أفكارها من أفكار الكاتب دونيلي إذ أن الكثير من المؤلفون حرصوا على التوسع في دراسة وإنشاء النظريات والتوقعات حول مكان إطلانتس من أهم أولئك الكتاب شارلز الذي ألف الكثير من الكتب حول الظواهر والأثار الخارقة ومن التوقعات التي أشار ليها بيليرترس أن إطلانتس كانت موجودة بالفعل وهي من القارات الواقعة مقابل جزر البهامة ولكن اختفت في مثلة برمودا يشير بعض الأشخاص الذين يؤيدون هذه النظرية إلى عثورهم على أثار طرقات وجدران مقابل ساحل بيميني ولكن درس العلماء هذه الجدران والطرقات وتمكنوا من الوصول إلى أنها مجموعة من الأشكال الطبيعية النظرية الثالثة وهي التي تشير إلى أن أطلانتس ليس إلا صورة متطورة عن انترتكتة في الوقت الحالي وتنتمي هذه النظرية إلى تشارلز هابود من خلال كتابه المنشور في سنة 1958 بعنوان قشرة الأرض المتحولة حيث يرى هابود أن القشرة الأرضية شهدت تحولا قبل حوالي 12 ألف عام ونتج عن ذلك تغير مكان أنترتكتة من موقعها إلى موقع بعيد جدا كما يقول أن هذه القارة شكلت موقعا لواحدة من الحضارات المتقدمة وأدت تغير في موقعها إلى دفن الحضارة الإطلانتسية تحت الجليد رواية الأسوية هي الرواية التي تخبر أن مدينة النظر ليس إلا مكانا خياليا أما قصة فقدانها فهي مشتقة من أحدى الأحداث التاريخية والمرتبطة بالفيضان الذي أثر في البحر الأسود تقريبا في سنة 5600 قبل الميلاد كان البحر الأسود في ذلك الوقت عبارة عن بحيرة تشكل نصف حجمه في العصر الحالي وانتشر حوله الكثير من الحضارات التي واجهت الفيضانات القادمة من ماء البحر وناظرية أخرى تقول أن أطلانتس هي الحضارة المينوية التي وجدت خلال الفترة الزمنية بين 1600 إلى 2500 قبل الميلاد وهي حضارة ظهرت على جزيرتين تيريا وكريت حداية جزر التابعة لليونان وينتمي شعب الحضارة المينوية إلى الحاكم الأسطوري مينيوس كما يشار إلى أن هذه الحضارة هي الأولى في قارة أوروبا وقد احتوت على العديد من الطرق والقصور الجميلة آخر نظرية وهي التي تربط بين أفلاطون واختراعه لمدينة إطلانتس أي أنها لم تكن موجودة فعليا بل ظهرت نتيجة لأفكار أفلاطون وأن الحسابات الأفلاطونية لوجود إطلانتس ليس سوى خيال ترجمة نانسي قنقر